وجاء في الحديث عن درة ابنة أبي لهب قالت كنت عند عائشة رضي الله عنها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتوني بوضوء يعني ماء من أجل أن أتوضأ به قالت ابتدرت أنا وعائشة الكوزة يعني الإناء الذي يوضع فيه الماء فبدرتها سبقتها فأخذته أنا فتوضأ فرفع إلي عينه وبصره ثم قال أنت مني وأنا منك قالت فأتي برجل فقال ما أنا فعلته إنما قيل لي قالت وكان يسأله على المنبر من خير الناس فقال أفقههم في دين الله يعني أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفقههم في دين الله وأوصلهم لرحيمه